أضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة لافتاً إلى أن دور الدولة هو المساعدة ودعم الاستراتيجية كما دعمت بولي جميع رجال الأعمال للمشاركة في هذه الاستراتيجية مصر محتاجة استراتيجية لتطوير الصناعة وأنا يعني أنا بنتهز فرصة أن أعرف أن البشمواتس محمد السويدي رئيس تحاد الصناعات موجود وكان قاعد معنا وحضرتك وكل الغرف الصناعة أنكم نشتغل مع بعض على وضع الاستراتيجية أنا ليس الهدف أن وزارة الصناعة هي التي تقوم بهذه الاستراتيجية وتعدها الهدف الرئيسي أن يقوم بتطوير هذه الاستراتيجية هم رجال صناعة مصر لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما المفروض تبقى ملامح هذه الاستراتيجية وإحنا كدولة يكون دورنا أن ندعمكم ونساعد في إطار وضع هذه الاستراتيجية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص وقال مدبولي أن هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع ولزيادة رأس المال لذلك يدخل القطاع الخاص ويتولى الإدارة وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم من ضمن الأليات أن تحتفظ الدولة بملكية الأصل ولكن تدي الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص أو في بعض المشروعات بيبقى هناك احتياج للتوسع وزيادة رأس المال فبيدخل القطاع الخاص هو اللي بيعمل زيادة رأس المال للكيان اللي موجود وبرضه يتولى الإدارة لكن تفضل الدولة بتحتفظ بحصتها كشريك مساهم في الموضوع ففيه أليات كثيرة جداً هو مش كلها بيع بالعكس ده البيع ده بيبقى واحد من أليات كثيرة جداً موجودة وده اللي يمكن موجود بالتفصيل في الوثيقة ترجمة نانسي قنقر